أنا جميع الاستجوابات اللي تمت وفيها الشط جميعها رفضتها وأنا أقول لابد وعندي قناعة لابد الوزير يطلع ويفند ليش ما يطلع يفند خليه يقول لعنده أنا استغربت من الإخوان قالوا ممكن النائب المستجوبي يتكلم كلام يمكن يسبب أزمة بين الدول زين أنت جلسة سرية بتحول إلى سأفن بتحول إلى سرية زين خليه يقول ليقوله المشكلة أن بعض النواب قاعد يقول بره أقوى من ما يقوله بالجلسة لابس هما في النهاية في موضوع الشط بستندو إلى أراء خبراء دستوريين ما علي في خبراء يقول لك لا دستوري أنا ما أتكلم عن الاستجواب هذا أنا أتكلم عن أنا مبدأ الشط أنا ضد الشط وأقول وعيد وأكرر أنا ترى ضد الاستجواب أنا ضد الاستجواب لا موقفك واضح واضح أنا ضد الاستجواب بس ضد مبدأ الشط وبعدين لما يعني أنا لا أؤمن بشيء اسمه شط بالاستجواب سنة حميدة ما سمعنا السنة الحميدة إلا بمجلسنا بالمجلس الحالي إلا بالمجلس الحالي نسمع بالسنة الحميدة لا يبقى لا نؤمن نعم الفاضل فيصل كنديري ذكرنا مجلسنا منذ بداية أي محور غير دستوري قام برفعه وهذه سنة حميدة لا مو سنة حميدة مو سنة أشطب الاستجواب ليش ما خليه يطلع ليش ما يفند في النهاية إذا أكو سند لخبير لخبراء دستوري يعني مثلا الفاضل دكتور محمد المقاطع يعني أكد قضية حق المجلس في شط بالمحور محور الأول لاستجواب دشتي إضافة لدكتور الفيلي يعني أكو خبراء دستوري موجودين في المجلس أكدوا على هذه الجزئية هذه مع احترامنا وتقديرنا لأخوان الخبراء الدستورية أنا أقول من يحدد دستورية وعدم دستورية مو المحكمة الدستورية أهي يفترض هي اللي يتحدد أهي اللي يتحدد إحنا اليوم بعض النواب بالجلسة قام يفتي دستوري وغير دستوري ومع الأسف أغلب النواب اللي يتكلم مؤيد ومعارض بما فيهم المستجوب وبما فيهم اللي يصف مع المستجوب الاستجوابات السابقة وهذه أقولها على العلن كانوا أهمهم أيدين الشط ارجع للأسماء الاستجوابات السابقة كلهم كانوا مؤيدين للشط اليوم حتى المستجوب كلهم منهم تقصد كلهم كل النواب اللي كانوا اللي وقفوا مع المستجوب ضد الوزير ما عدا ما عدا يا أنا ومحمد الحريس ومحمد عفوا الهدية نعم محمد الهدية زين الباجي في خضية استجواب دشتي كلهم في موضوع الشط الاستجوابات السابقة في الاستجوابات السابقة خليل� العبدالله ما وافق عالشط عدنا عبدالصام مد Regierung ما وافق za القيام استجوابات السابقة ما وافقåt ما وافق أغلب الاستجوابات السابقة على الشط المستجوابات السابقة لا أحد يابق от detail الاستجوابات السابقة رئيس الوزراء على الشط رئيس الوزراء أنا أقول لك أقلب الاستجوابات رئيس الوزراء وأيضا كان لدينا صالح عاشور موافق ورئيس عاشور عاشور أنا أعتقد استفنيت اسمك وستفنيت اسم النار الأسماء الثلاثة صالح عاشور خليل عبد الله في الاستجوابات السابقة هناك موضوع شط موافق لا أنا أعتقد أن في الاستجواب ما عدا صالح عاشور ما كان مؤيد الشط أقلب الاستجوابات السابقة طيب أنا حين ما راح أدخلوا ياك في هالجزئية يعني عشان لا تصير لك لا لا أتأكد منها أنا أقول لك شوف بما فيهم المستجوب أربع استجوابات مؤيد الشط اليوم يتكلم يقول أعطوا النائب حق خلي نقوي الأداة أربع استجوابات سابقة شطب اليوم إحنا مع الأسف وقاموا يفتون بعض الأخوان الموجودين صاروا خبر دستورين إحنا ما نملك مع احترامنا وتقديرنا للخبر الدستوريين الموجودين إيش معنى بهالغضية إحنا نقول لا والله الخبر الدستوريين ما أخي ما يخالف بس مو هم اللي يفصلون تفصل محكمة الدستورية